بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناة تفسير احلام والرقية الشرعية. النهاردة هنتكلم وبعد عن رؤية رقم خمستاشر في المنام. اولا رقم خمستاشر من الارقام اللي اه شوية اه بتحمل اكتر من معنى اللي ليها معنى اه محمود وكمان ليها معاني كتير غير محمودة. اه رقم خمستاشر اه قد ما ممكن اه يدل على فرحة على اه سعادة على اه اه حياة مليانة بهجة وبسرور كمان ممكن يدل على الرزق على الرضا على الراحة اه كمان من الرموز اللي بتبشر اه بي الزواج من شخص اه صالح اه احيانا كمان من الرموز اللي ممكن تدل على قلق على توطر على اه اقلة في الرزق او اه اقلة في الحصول على اه رزق ممكن يدل على افتقار البرقة في الرزق او في الحياة بشكل عام. كمان احيانا بيدل على ان الشخص بيسع جاهد ان هو يحصل على اه رزق او على اموال. كمان احيانا اه زي ما قلنا بتدل على هموم وعلى مشاكل اه ممكن يقابلها الرأي في حياته اه على اه قلق على توطر. كمان لو هو بالفعل بيعيش في قلق او في توطر او في هموم ويشوف رقم خمستاشر احيانا بتدل على انتقاله لمرحلة اه جديدة هتكون اه افضل. المرأة المتزوجة لما تشوف رقم اه خمستاشر فيها من الرموز اللي بتدل على استقرار. اه كمان احيانا الاعداد الفردية من الرموز اللي شوية بتدل على تحقيق امنيات كان الرأي بيسعى او بيتمنى ان هي اه تتحقق. اه كمان رقم خمستاشر للمرأة المتزوجة احيانا بتدل على استقرار وعلى ساجة زعادة وعلى نجاحها في حياتها سواء حياتها الزوجية او حياتها العملية. اه كمان رقم خمستاشر برضو بيدل على تحسن في احوالها اه المادية احيانا بيدل على اه اه رغط على اه نجاح. اه كمان رقم خمستاشر من الارقام اللي بيدل على الحمل. اه كمان لو كانت هي بتسعى او بتتمنى الحمل. كمان الفتاة العزباء ما تشوف رقم خمستاشر فبردو من الرموز اللي بتدل على الزواج من شخص اه صالح. اه كمان من الرموز اللي بتدل على تحقيقها اه امنيات. اه سواء اه امنيات في حياتها العملية او في حياتها الشخصية. كمان رقم اه خمستاشر من الرموز اه ليه الفتاة العزباء من الرموز اللي بتدل على نجاحها اه في حياتها المهنية او في عملها. اه كمان رقم اه خمستاشر تنجاح و اه سعادة ليها. كمان اه ارتباطها بشخص هيكون ليه شخصية اه محترمة او كمان اه شخص على اه خلق و هيكون بشارة آآ ليها بان هي هتعيش حياة آآ سعيدة آآ معي. كمان رقم خمستاشر برضو من الرموز اللي بتدل على آآ دخول الفتاة اللي مرحلة فيها سعادة فيها فرحة آآ لمرحلة جديدة في حياتها هتكون فيها سعادة وهتكون فيها آآ فرحة. والعكس احيانا آآ برضو زي ما قلنا الرقم خمستاشر بيدل على المشاكل على العقبات على الهموم آآ اللي ممكن تقابلها في حياتها. آآ كمان آآ رقم آآ آآ خمستاشر آآ برضو من الرموز المبشرة آآ آآ لي الفتاة العزباء بتحقيق انجازات وتحقيق نجاحات متدالية آآ في حياتها. كمان بشارة لها بالاستقرار آآ سواء آآ من الناحية العاطفية او آآ من الناحية العملية. كمان المرأة الحامل. المرأة الحامل برضو لما تشوف رقم آآ آآ خمستاشر فآآ آآ من الرموز اللي احيانا آآ ممكن تدل على ان هي هتواجه شوية صعوبة في فترة الحامل ممكن تكون الولايات بتاعدها شوية. يعني هيكون فيها آآ تعصر. ولكن آآ هيحصل آآ يعني هتزول الصعوبات دي او التعصر ده. وهيكون في بشارة لها بالنجاح. وآآ بالصحة لها والجنينة. آآ كمان رقم آآ خمستاشر احيانا بيدل على مشكلات او آآ مصاحب هتقابلها في حياتها العادية. آآ ولكن آآ هتزول. آآ كمان آآ رقم خمستاشر احيانا ممكن تدل برضو على ازمة صحية. هي ممكن تمر بيها خلال فترة الحامل. المرأة المطلقة كمان. المرأة المطلقة لما تشوف الرقم خمستاشر. فاحيانا بيدل على تبديل حالها للافضل. تبديل حالها يمكن بعد فترة فيها مشقة فيها صبر فيها هموم فيها احزان. فمن الرموز اللي بتدل على تبديل آآ او عوض من قبل الله سبحانه وتعالى عن الفترة دي. كمان رقم خمستاشر للمرأة المطلقة بشارة بتحقيق احلام وحصولها على احلام وعلى طموحات كانت آآ بتتمنى انها بتحصل عليها. آآ احيانا آآ رقم خمستاشر للمرأة المطلقة احيانا بيدل على تعرضها شوية لاحباط او آآ شوية لني آآ 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 كمان المرأة المطلقة لما تشوف رقم خمستاشر فاحيانا بيدل على مسئوليات ومسئوليات كبيرة هي هتقع آآ عليها او هتتحملها. كمان رقم خمستاشر آآ لي المرأة المطلقة بيكون بشارة لها بتحقيق امنيات كتير لها. يمكن بعد صبر او بعد ساعة طويل. كمان رقم خمستاشر للمرأة المطلقة لو بتزعى او بترعب في حصولها على فرصة آآ عمل فمن الرموز اللي بتدل على ووظيفة جديدة هي هتحصل آآ عليها. كمان رقم خمستاشر للمرأة آآ المطلقة برضو من الرموز اللي بتدل على محاولتها لحل مشكلات هي آآ كانت عايشة فيها او مرت بيها. آآ كمان المرأة المطلقة لما تشوف رقم آآ خمستاشر فبردو من الرموز اللي احيانا آآ بتدل على نجاتها آآ من مكائد او من اشخاص موجودين في حياتها. الاشخاص دول بيحاولوا يعني آآ ينقلوا لها طاقة سلبية. آآ كمان الرجل لما يشوف رقم آآ خمستاشر فده بشارة ليه بتقدم في حياته بشكل عام. سواء في حياته الشخصية او في حياته العملية. كمان رقم خمستاشر من الرموز اللي على مال حلال هيحصل عليه الرأي كمان بشارة بقدوم خير بقدوم آآ سعادة بتيسير في اموره آآ سواء على الصعيد في العمل او على من الناحية الاجتماعية. كمان رقم خمستاشر احيانا بدل على زوال هم وعلى آآ كرب آآ فرج وحصوله وعلى آآ آآ روحه وساعة في رزقه وتحسن آآ في آآ معيشته. كمان آآ رقم خمستاشر من الرموز اللي بدل على نجاح للرجل في كافة الاصعيدة بقى سواء في عمله او في حياته بشكل عب. آآ كمان لو كان غير آآ متزوج او رجل آآ اعذب وبيسعى لي عمل فبشارة ليه بوظيفة. وظيفة مرموكة. لو كان بيعمل فبشارة ليه بآآ منصب. آآ هو هيحصل آآ عليه. آآ كمان رقم آآ خمستاشر برضو من الارقام المبشرة للشخص بتحقيقه الارباح وتحقيقه آآ لي آآ مكاسب و آآ لمكاسب كبيرة. آآ ده كده باختصار اهم التفسيرات المتعلقة برؤية رقم خمستاشر في المنام. بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. لو في اي استفسار او سؤال اكتبوا لي تحق. وانا ان شاء الله هردت عليكم. بشكركم جدا واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.